بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أفرمي باب بانزا باب في النهي عن التشبيه أفرمي مبابك كوامدار شريلا باري أغوي كانوك تنابي لنا وصفاتكاني الله شوان دنبكي طبعا بيوتا أنهي عن التمثيل باشتربوا لبروي كلمة تشبيه لقرآننا هاتوا بلهم كلمة مثل هاتوا أفرمي ليس كمثله شيء وأفرمي فلا تضربوا لله الأمثال الله جل جلاله هاو شويني هاو يعنيني نمونينيه وبهيت شيء يأيوه نمونى بو الله مهنناو مثلنا نوصفاتكاني بعقلي خوطان نموني عقلي بوا بينناو أبو شيء والله جلاله قد غيروا باب تمانليك أم بابشي بوا دارشتوه ثريكم كيناية لنبابا فرمي أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له ولا يشبه ربنا تبارك وتعالى شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه قال نعم ليس كمثله شيء فرمي يوسف قرر موسى فرمي إمام أحمد پرسياريان لكرد لباري اوه آياء الله جل جلاله بو شوينيه كهيتش تيغلو ناچه واو لهيج تيكيش ناچه فرمي باله بو شوينيه هيتش تيغلو الله ناچه و الله جل جلاله لهيج تيكيش ناچه فرمي ليس كمثله شيء أم آيات أهل السنة وجمعات زور بجواني دا سيان بي وقرتوه وزور بجوانيج لجاقي خواده عنه حرنا بك هر صفتك الله جل جلاله فعلي بي ياخد قولي بي ياخد صفتك ذاتي بي أهل السنة وجمعات وكو خيداني بيانين وبمعنى كيهو قولي اكان بالام بهيج شوينيك ناي شبهينن بمخلوقاتاكاني بالام قروبا قمراء كان أم آياتا بابلين ولا أنين لنا وصفتكاني الله جل جلاله ولا أنين بالكودين تيكا سارتا شبهينن باشا مثل اهل نوابو الله جل جلاله صفتك ديانن أم صفتك هاو شوكي لنا ومخلوقاتنا بوشيوية بانمونا كاتك صفتي بابلين استواء على العرش هن الاستواء على العرش هن صفتك أي شو هن با إنسان كانو كلا سارتا شبهو كواتاها بابا جيريها بابا سريها بابا لعراسيها بابا لعيتاب يابا بيشويها بابا دواويها بابا وكتون مخلوقاتا وان هي أم آياتا كاليرا اشكيانن نجا دواوي كان آياتا اشكيانن نجا آياتي كيكا شكيانن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون أم آياتا شكيانن كيوجد فرميه إلحاد لنا وكاني الله مكان با هيتشوي إلحاد لنا وكاني الله مكان إيوى نا وكاني الله جل جلاله فادعوه بها يعني تعبدوا بها يعني بادتي الله جل جلاله بنا وكان بكانن بصفاتك بكانن كيوجد فرميه صفاتي الأخوة يجريه وام عبادتي الله كاي كان بناو صفاتكاني الله جل جلاله ايوى با همجور كان عبادة بلا بارانعو لا عبادتي الضل كاوابستيبونا وابونبونا كباسي صفاتيكي الله أكره ناويكي يكره تو معناك إلا ظلو دالونتا بجسبيه لو باريكا مالا بوي كهيجته لو ناتي بلام آمان وهو آياتي يكام ياشكيانن ديان او وقتا إلحاد لنا وكي الله عاكان جل جلاله تأويليا كان معناه كثير ببريارة لفظة كي الله عادي جل جلاله رتي أكانو كمعناه اليوار بقرن ولكو خوايا معناه كثير داتا شنبوي او واتاي كالله جل جلاله مبسيتي لو لفظه بيهنا رتي أكانو خوان واتاي كثير ببريارة ويكون تمثيل ودواتر ودواتري جاكونا مابلين إلحاده هرد قدغك كالله جل جلاله كردويته لنا وصفاتكان إخواتي يكام جام آياتك إمام يحمد كردويت بابل قام ليس كمثله شيء وهو السميع البسيط نفيو إثباته أم آية نفيو إثباته لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نفيو إلا الله إثباته ليس كمثله شيء نفيو وهو السميع البسيط إثباته هكذا الله جل جلاله الله جل جلاله وصفاتكان هي لو أنا سمع بصره إلى آخره هي كالقرآن السنة الصحيح أما حقيقتي تيقشنا لنا وصفاتكان الله جل جلاله لا إله إلا أهلي سنة جماعات لابران براء غروبه كتري شمعن هيا رك أم آية تاشكياني وناجبو ويتر جيكا يكسر تشبيهكا تمثيلكا الله جل جلاله شبهينه بمخلوقاته وليه وقوانه كأواني شهر غروبه كتري جمعن كواتي سبا نسبتناه صفاتكاني الله جل جلاله سيه غروب مانه غروبه كان مشبهة جمعن غروبه كان معطلة جمعن غروبه كشاهل سنة جامعة لابينها الله جل جلاله هداية داول امام ابن تيمياء فرمي المعطلو يعبدو عدما او كسيكا تعطيلنا وصفاتكاني الله جل جلاله اوه هيتنا پرستيه نبوه پرستيه ابونا پرستيه نبونا پرستيه باشانا فرمي والمشبهو يعبدو صنمه او كسيكا تشبيهكان او صفاتكاني الله جل جلاله اتشوينه بمخلوقاتكاني او بوشي وداني بياني فرميوش بتا فرستيه چونكا هستا الله جل جلاله وكبتي اقداته شبوه فرميوه الموحد بلا من ثاني موحد يعبدو اله الارض والسماء فرستيه زيو اسمانا كان ابرستيه ثالد وما فرمي اخبرني عبدالله ابن حنبل حدثني ابي حنبل ابن اسحاب قال قال عمي يعني احمد نحن نؤمن بان الله تعالى على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف فرمي امام احمد فرميوه ايمان ما نواك الله جل جلاله لسر عرشكيتي الله جل جلاله لسر عرشكيتي كيف شاء فرميوه وكما شاء وبهر شوازك خيوسيتي يعني ما شوازكاش نازال بلا حد يمناتو عن دياركين حدكي يبز يمناتو عن دياركين ولا صفة وصفة وصفة ما ناتو عن دياركين يبلغها واصف وناتو عن دياركين عقليين فرميوه الله جل جلاله لسر عرشكيتي وأمي بغي بلاي خوي هشتويتي او بينا وطوين فرميوه بيوزناكاتو بجيتاناو تشوان يتيوا إلزاماتي عقلي بيني دواترنا فيبكي بيوزناكاتو بجيتاناو او يحده أحد يجكسيناتو عن تحديديكا يجكسيناتو عن تحديدي أوبكا ياخد السنورداري أوبكا كالله جل جلاله فصفات الله له ومنه فشبوناتو عن أمانبكي أفرميوه بروي صفات الله جل جلاله لخويتي صفات الله جل جلاله هي خويتي ولا خوشيتي كواتا زاني نيشونيتي ام صفتها قرأتو باس بوخوي بايما ينوتو غيبو حجبي كردو اليمن فاشانا فرميوه وهو كما وصف نفسه الله جل جلاله هربوشيوهيك خوي وصفي خوي كردوه نكبوشيوهيك عقلي يما بويداهت أشيه ياخد عقلي يما بوينفياك هربوشيوهيك خوي وصفي كردوه لا تدرك الأبصار بحد ولا غاية يما أهل السنة الجماعات ويحفظون ما أهل السنة الجماعات تجدون الذين يقلون لذينه كبير لا يوجد انه طويل ما أهل السنة الجماعات وغاية ما أهل السنة الجماعات قوتا زاني الله جلل لا همور يكوه وهو يدرك الأبصار وأنا نصيحه والله ينصيح وهو ينصيح من الأبصار وهو ينصيح الله لدنيا أماً الله ينصيح نصيح ينصيح نصيح 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 له التي يتحقها ويهبرتك تحقه في جائمة وفي يوم القيامة يأتي رون للدنيا فهو عالم الغيب والشهادة الله جلاله بخي زاناها بغيب والشهادتي يعني اوى كبنهانا هر الله يزاني منه يزاني اوى كديارة هر الله يزاني ولوانيه دياريش بيا ماهنده هر نزاني فهو انا فرمي علام الغيوب ولا يدركه وصفو وصف صلى الله عليه وصف اذي الله حد حق خيز بيا بداين حصيل الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانك لا احصي سناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبعد تطوير كمره وصف المستلعيف يجب أن يسألين في هذا الع Cheryl فف savings وَهَوَ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ لَيسَ بِعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ ليس من الله تعالى شيء محدود أفرمي الله جل جلاله هربوش يوك خوية وصفية كردوه إيمنات وانهن هجتكي تحديدكين بلايين بوشي ويايا كواتيسة كلمة حد ليرا كإمام يحمد بكاريين رماشكرا ما بسي تحديد كردنين وصفاتك ني الله جل جلاله ويا قمراكان جاري وحيا دس اقرن بو بشي سروي كما شاء بلا حد باشا بأويا ان بشي تريخ واروي بيانن كما بس يويا بابت شونيتي شونك شونيتي بودانا تحديدي بس شونيتي بودانا تحديدي ولا يبلغ علم قدرته أحد غالب الأشياء كلها بعلمه وقدرته وسلطانه إيج كسكيش ناتواني بقابا زانستي الله وبقابا دس صلاتي الله جلاله بزانة شونه بلقو الله جلاله ودس صلات وقدرته خويها مشتكي حرام كردو ودس صلاتي بسر مشتكاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير همان آيتينا وتوا كافر من الله جلاله وهي جشي لو ناتيا والله جلاله له جشي ناتيا أو خواهني سمع بصرة وكان الله تعالى قبل أن يكون شيء وكبليهما والامي قمرا كان ياتوا كاوانا لين الله جلاله بيج وي لسال عرج ملكي بابو همالامي قمرا كان جاميا كان وغلا هلون روانقش وي لسال عرج نيا شكرا لين بيج عرج لكي بابو هماش هرم قصيران بيج وي لين كاوانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميت كاان الله ولم يكون شيء الله جلاله ببو هيت شتكيش بوني نبو هينوتوين لكي بابو وفرميتوين لكي بابو الله جلاله وفرميتوين لكي بابو وفرميتوين لكي بابو صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كاوانا رسول الله جلاله وفرمتوين لكي بابو تسليمي الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا وأن الله تعالى يرى وأن الله تعالى يضع قدمه وما أشبه هذه الحاديث فقال أبو عبد الله نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى ولا نريد منها شيئا ونعلم أن ما جاءت به الرسل حق ونعلم أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق إذا كانت بأساندة صحيحة ولا نرد على قوله ولا نصف الله تبارك وتعالى بأعظم ما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية فرمي حنبل بي يرأينا وفرمي برسيارم كردولة إمام أحمد لبارهم حديثان والله جل جلاله دا بزيت أسماني وحديثيك أفرمي لروجي قيامتها وحديثيك أفرمي بي خاتنا وجهنم وجل جلاله فرمي إمام أحمد فرمي إيمان منتبه إيمان منتبه محديثان ها وبررستيش دعنين شرحة يكينو بررستيش دعنين فرمي وحديثيك بـدعنين بهت شوه شوهيakin بـدعنين فرمي وواتاشناكين صفتك الله واتناكين وبوشويك لا نو مخلوقات تكون طبعاً إمام أحمد لم يفعل لفظه مباسته مباسته او معنايه كمعنايه قمراكانه بان دارشتوا لجهمية كانوا لمعتزلة كانوا لغروبة قمراكاني تريش كبدوانا تلون رجكي يوانا لقبتوا سبحان الله قمراكان خديخوانا أم لفظه إمام أحمده ينبو او نابواته نابواته أبكري او لفظه نبيه معنان بيه داني شن بإمام أحمد مفاوضه ماشا؟ وهو كان ببالقبو خوش او معناي اي وابو اي كان إمام أحمد قد غيكردوها او معناي كاللغة او لفظه ليكري او معناي حسنًا أحضر مرحن منذ فظهر تربط مدرس أنا أتوسع او معنى miećuh أي أعطاء او غيكره فهو كيف تحصيل الدهات مما يقولون من إبنها يقولون معناه فهو يقولون سنرى أن الله جلاله يقولون جهنم ويقولون أنه يقولون مخلوقات أقيا زوجة أخرى هؤلاء يقولون جهنم فهو يقولون فبالتالي فشكرا وكفر من هذا النبي أصبحت للمشاهدة ولا تحديث عنه قد نعلمه ويقول لنا لا تحديث عنه ما مبادي لا تحديث عنه مراد الله الله مراد لفظ على ما يرتدي لا تحديث عنه لا تحديث عنه الله وعلى الله عليه وسلم يجب أن تتعلم على المشكلة وعلى الله عليه وسلم يقول له ماذا يقول له فإن كلمة يقول له ماذا يقول له ولم ترى هؤلاء الرواية لديه كما تقصده لا أفضل من الأقل فإنه يقول له مذهب يا أحمد وإنه يقول له ماذا يقول له معناه يكتربة دارش دوا خيرت كردوا ولا أهد لنامش فيك ردناكينو او معنه يواندانا عرجين ويما زنين ويكا فيغمران باية حق قالوا اعوالي ويقينا أصحبكم على الله صلح محن ياتي لنا ويباد فينا الصفات كانية الله وحق هموا ويورق ديم أبو شيء وناعلم إنما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق إذا كانت بأساندة صحيحة يمدانا نين بهموا فرمدانوك لرسول الله وعى توب ومانوا وبحق أذاني بس بمرجي سنة دكن صحيح بي ولا ندو على قوله بيت شوية قصير رسول الله صلى الله عليه وسلم راتناك إنو جارت كبنوي قصير رسول الله صلى الله عليه وسلم بدو شوية أخو دوية لفظه معناك راتكيتو بلاي قبول مني ياخو دوية بلاي لفظه كي راتك موخو معناه كي بداتا شم معناك بزراتكيتو جاء أما هردو كي هيلة نو قمرا كان يمسر دماء لفظه معناه كي راتكيتو وابس لفظه كي راتكيتو وجالي وأبس معناه كي راتكيتو ولا نصف الله تبارك وتعالى بأعظم ما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ما وصفي الله لكن جل جلاله إلا بوشيون بأخوي وصفي خوي كردوبا بأخوي دياري بكين نشاني أوصاف كاني بكين وبكين أوان ديو أحد حدود يتي يامنا إذا اننا عقل ما نعقد ما بس لي وقال حنبل في موضع آخر ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف به نفسه قد أجمل تبارك وتعالى والصفة لنفسه فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء فيعبد الله تعالى بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف نفسه قال تعالى وهو السميع البصير فرمية وحنبل فرمية إلى جيقاء كتر إمام أحمد فرمية إلى باريما وحنبله أن الله تعالى بجيء وطنقلنا فرمية إلى جذبت الله عنه orصفاته أصبح ذاته وطنقلنا ولا أسماء الله تعالى بجيء وطنقلنا وفرمية إلى جيء الله تعالى بصفه حيث يشبه وفرمية إلى جيء الله تعالى بصفاته ايضافته في جميع البصير صفتنا صفاتنا لا الله ناكي جل جلاله وإذا الله اخترت صفتنا بأبيوى تشانيتوا بأبيوى تشانيتوا بياري بكريا فاشانا فرمي وقال حنبال في موضعنا آخر قال فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير ولا يملغ الواصفون صفته وصفاته منه وله وَلَا نَتَعَدِّي الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثِ فَرْمِيَ اللَّهَ جَلَّا لَهُ سَمْعُوا بَصَرِهَا بَبِعَوَيْكَ حُدُودِكِ بَوْدَانَي بلَي تَعَوَيْهَا وَبِعَوَيْ تَقْدِيرِكِ بَوْدَابْنِ بلَي قَدْرِ سَمْعَكَ بِبَصَرَكَ أَوَنْدَى وَبِعَوَيْتَ نَعْقَ بَاَبْنِي لَهُ وَسَمْعِدَ ًةَهِ وَحِسْفَةَ يَا نَعْقَ بَاَجْلَا بِعَوَيْتَ وَالْحَدَى شَوَبْتَ الْقَامُ وَالَّهِ اَنْتَعَنَى وَلَيْتَانَ لَهُ مَتْعَوَيْتَهَا وَاللَّهُ شَوَبْتَي رَيْدَ وَاللَّهُ مَتْسَى كَرْدَهُ خذي الله جل جلاله أبو أمال قرآن حديث ينابر فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه تعالى ولا نتعد ذلك ولا تبلغه صفة الواصفين نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوه بعبده وما القيامة ووضع كان فيه عليه هذا كله يدل على أن الله تعالى يرى في الآخرة والتحديد في هذا بدعه أفرمي وبهما شيئا إما قناعة بربعة واربعا وأهل سنة جمعك أبي الله جل جلاله وصف كما وصف خوي بيك ولواتي برناك زياتر وكم تريش وهذا ما يوصف لك ناتوا عنهم بجينا حقي خوي وحقي خوي بيبدين بي إما ما انبهام القرآن هي بمحكمه ومتشابه وصفاتها كان الله جل جلاله دانا معلينو ليناكينو قدغيناكينو منعيناكين وبهما يبراين مخلوقي جويه يكون أبي وعبا كواتا رتيكينو وكوشون غمراكان وعاكان فاشا نفرميه و الله جل جلاله وصف خوي بتيكردوا بوايكا كلامي هيا بواي دابزة اسماني يكن بوايكا لروجي قيامتا خوي وعبدكي أبي نزيكا تولا خوي أما نهر هميكا بلغي أوية الله جل جلاله لروجي قيامتا بينده إما سنرداري ناكينو بلاي نابين ديو أما نمبسيكي تلحي أبيان بلكو والتسليم لله بأمره بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه تسليم تسليم الله بن جل جلاله فرمانا كان قبولاكين أو صفة أو حد يخوي زيات الباسي خوي بيكردوا إما له تجاوزناكين وتيبرناكين وما وصف به نفسه سميع بصير لم يزل متكلما حيا عالما غفورا عالم الغيب والشهاد علام الغيوف فهذه صفاته وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد وهو على العرش بلا حد كما قال تعالى ثم استوى على العرش أفرمي الله جل جلاله سميع بصيرا متكلما حيا غفورا عالما علام الغيوبة علام الغيب والشهادية أما صفات كان يتي خوي وصفي خوي بيكردوا أو لسى العرشا ببيا أوي كابلين تشون لسى العرشا ثم استوى على العرش كيف شاء المشيئة إليه والاستطاعة له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله جل جلاله سميع بصير بلا حد ولا تقدير الله جل جلاله بديه نريها موبنا وركانا بوشيويك خوي وصفي خويك الله جل جلاله سميع بصيرا ناتوانيه سنولي دابني بسمع بصري الله جل جلاله قال إبراهيم لقى به لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فثبت أن الله سميع بصير صفاته منه لا نتعدى القرآن والحديث فرمي إبراهيم عليه السلام فرميه تبع بوشي اشتاك أبرستي نسمعيه ونبصره واناتوانيه فرياشتبكيه ويشكالكيه بوهدنيه فرميه يما أفرميه سمع بصره وفيه يما أفرميه ويما أفرميه القرآن وحديث يبرناك إلانا وصفاته كاني الله وَالْخَبَرُ يَضْحَكُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ كَيْفَ ذَلِكَ إِلَّا بِتَصْدِيقِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَبِتَثْبِيْتِ الْقُرْآنَ لَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ وَلَا يَحْدُّهُ أَحَدٌ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الْجَهْمِيَةُ وَالْمُشَبِّحَةُ وقال ابو عبد الله قال لي إسحاق بن إبراهيم لما قرأ الكتاب بالمحنة يقول ليس كمثله شيء قلت له ليس كمثله شيء والسمع البسيط قال ما أردت بها قلت القرآن صفة من صفات الله وصف بها نفسه لا ننكر ذلك ولا نرده قلت له وما المشبهة وما يقولون قال من قال بصر كبصري ويد كيدي وقال حنبل في موضع آخر وقدم كقدمي قد شبه الله تعالى بخلقه وهذا يحده وهذا كلام سوء وهذا محدود والكلام في هذا لا أحبه قال عبد الله رضي الله عنه جرد القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم يضع قدمه نؤمن به ولا نحده ولا نرده على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نؤمن به فرمع إمام أحمد خوي فرمي كاتك تشمح نكبين سلي خلقي قرآن سعق كوري إبراهيم هولان فرمي ليس كمثله شيء فرمع إمام أحمد فرمي ليس كمثله شيء فرمي فرمي لا مشابه ألن بنين وكو بنين يما دست وكو دست يما في وكو بيما الله جللو شبههن بمخلوقات وقبل أن يكون فرمي الله جلال جلال سميعا ما ليه وكو سمعي منه وزيادة بيهنا يا ما ليه او سمعك ما بستي او بصارك ما بستي او ما يقوره وخوي بيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرميه بيه أخاتنا وجهنم ويترتم ما شو أبليه بيهني وشتيكي تلو ما شو أبليه بيه وكو بيه أمي ويخاتنا وجهنم وزياني مخسر وكو خوي بروه همو إيماني بيهبيو ما شو واتا يتريب ودابتاشي وتحديدي بكيه قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فأخذوه وما رأناكم عنه فانتهو الله جلال فرميه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتانا او 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 ارقر او ارقر نو قبول اللي كانو داني بيتانا وشيكا قد غيكر دوليتان لو دور كونه طاو اترنخو قد غيتر دابينا ونخو اثباتي تردابيهنا تنهاوي الله جلال فرميه او ادبس طواه لو زيات المرو فاشانا فرميه فقد أمرنا الله تعالى بالأخذ بما جاء به والنهي عما نهى عنه اسمه وصفاته منه غير مخلوقه ونعوذ بالله من الذلل والارتياب والشك انه على كل شيء قدير فرميه جائما فرميه بيه انه على كل شيء قدير ونحن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه على كل شيء قدير ونحن نفكر ونعوذ بالله صفات الله ومخلوقها يقول صيفات الله ومخلوقها أنه ستألت صفات الله ومخلوقها معتزلات صفات مخلوقها لا طريقة مخلوق مطلبة تؤمن صفات عوضة مخلوقها التي تريد أنها كانت مخلوقات وما تتألت مخلوقات؟ بمعنى نفسه الأเทيش كما تتأويل صفاية يد ينكر يدير رزق يهو رزق مخلوقه صفاية يد يد ينكر بمخلوق يعني صفاية بابلين يضحك ربناك يرحمي بك أبوش ورحمي معلوب يقول أن الرحمن خلقت الرحيم بحق يقول علينا أن الله يتوشيثا لذالبين لأنه يتحرك الله برزق وقال خلال وزادني أبو قاسم ابن الجبولي الجبولي أن حنبل في هذا الكلام وقال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدس السلام عليكم ابن أبو هيمين العزيز الجبار المتكبر هذه صفات الله وأسماءه تبارك وتعالى فرمي لا همدك روايتي تركب من قلتها قيشتها لو يجبولي أمد آيتي زيادة هنا الله جل جلاله لسري كإمام يحمد خيان دونية يوم فرميه زاد علي ابن عيسى عن حنبل قال وسمعت أبا عبد الله يقول ما أحد أحد ما أحد أشد جانبا على أهل البدع والخلاف من حمد بن سلم ولا أروى لأحاديث الرؤية والرد على القدرية والمعتزلة منه فرميه إمام أحمد فرميه هيتش كسي لا بابنا وصفاتك كانت تنبوه لسر قمرا كاني جهميه لسر قمرا كاني قدريه بقر حمادي كوريه السلام نبي رحمتي الله إليه بشي كم كذبوا أحاديثة كاني صفاتيك وكردوا وزور تنبوه لسريان وزور دجائتي كردان حتى إمام أحمد فرميه حمادي كوريه السلام لا إيما ميزانا هركس يرقي ليبيه أو بجهميه ومعتزلو بقمرا يزانين شكا أو كوكروينا وصفاتكاني الله إثباتي عنه قال وسمعتو أبا عبد الله يقول القوم يرجعون إلى التعتيل في قولهم كله ينكرون الآثار وما ظننتم هكذا حتى سمعتوا مقالتهم ظننتهم هكذا حتى سمعتوا مقالتهم فرميه وإمام أحمد فرميه أم قمرا يانا جهميه كانوا هاو شي وكانيه لمعتزلو أوانيدو أوانجات لابن كلاب وعنيتر فما لابن كلابي جمامي أحمد طنب ولسري فرميه أم قمرا يانا هرحميان حديث كاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار كاني إنكار كردوا تعطيلنا وصفاتكان ينكردوا من نمزاني وانتاك واملق سكاني أنبو يعني هل قمرا يكي أنبو صدان قمرا يانبو حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا إبراهيم بن حارث يعني العبادي حدثنا الليز بن يحيا قال سمعتوا إبراهيم بن الأشعث قال أبو بكر وهو صاحب فضيل قال سمعته فضيل بن عياض يقول ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال تعالى قل هو الله وحد الله الصمد لم يعدد ولم يولد ولم يكن له كفون أحد فلا صفة أبلغ مما وصف الله به نفسه وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع كما شاء أن ينزل وكما شاء أن يباهي وكما شاء أن يطلع وكما شاء أن يضحك فليس لنا أن نتوهم أن الله كيف وكيف وإذا قال لك الجميع أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنت أنا وأمن برب يفعل ما يشاء فرمي فضي لكري عياض فرميتي ليس لكي يبقى الله وصف خوي بجوانينا كردوه ويس لكي يجنأتو أن يكون الله وصف خوي بجوانينا كردوه ماذا يصبح فرمي أن يكون مخلوقاً أتاقاً ويسهد مخلوقات وهذا يزال مخلوقات وفي من فضي ما يكون مكثرة وفي من فضي ما يكون فرمي أن يكون صفات الله جلال وصف خوي بجوانينا كردوه والمصفات تريدى تريد أن يكون تباوزتها وأنه يكون يأتي وأنه يكون مباهات في عبدا فنوات ساور 6 فإنتما و تطلع�도 بسر أهل بحشت و تتعليقًا فإنتما نتعرف ولا تتعليق أشياء و تحتفظوا إذا كيف يريدون أن يجب أن يتعليق أما لا تحدي و تتعليق كيف يريدون أن ينطلع جبرية و تتعليق هذا يفضل أيضا إن فرمت أن نطلع بسرعة بسرعة يطلب باب شانزة تفريع ما ردت الجهمية الضلال من فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من فضائل ذكر الإسرائيل والرؤية وغير ذلك ذكر الإسرائيل أخبرنا المروذي قال قلت لأبي عبد الله فحكى عن موسى بن عقبة أنه قال إذا إن أحاديث الإسرائيل منام فقال أبو عبد الله هذا كلام الجهمية وجمع أحاديث الإسرائيل وأعطانها وقال منام الأنبياء وحي قرى عليه سفيان قال عمر سمعت قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا أنبياء وحي فرمي أبو بكر مروذيب ويجرام وكا بإمام أحمد يانوت موسى كري عقبي جهمي قمراء فرمي أوحادي ثاني كهاتون لبالي إسراء ومعراجوا هرهم ينبستي ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بخوديوا قمراء كان هندي كان لين بس بروحيبوه هندي كان لين بخوبوه نبروحيبوه نجا بس جستير بخوبوه وهندي كشيان لين بعملين بخوتوه برسكراوه توبرعوه أما هموي قصي قمراء كان جهمية كان لين حدثة كان هموي مبستي ويا كالخواه إسراء ومعراجي بوشي وبيكراوه وإمام أحمد فرمي وقصي جهمية كان وحادثة كان إسراء ومعراجي فرمي كوكر دوا أبو بكر مروذيوه هموي دابا من وفرمي خوي بيغمران حقه أوتاني عمر سوفيان ليا ويجارته وفرميتي جملا عبيدي كري عمير بوا هاوري بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كو فرميتي خوبينيني بيغمران موي وحيا هندي بابدبا سكاء كالخوما أوامديو أوامديو أوانا جواحيا ولا مصر ومعراج أوا آيتي لسألة سبحانا الذي أصرى بعمده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رونو أشكرا أخبرني حمدويه الحمداني حدثنا محمد بن أبي عبد الله الحمداني حدثنا أبو بكر بن موسى عن ياقوب بن بختان قال سألت يعني أبا عبد الله عن المعراج فقال رؤية الأنبياء وحي فلن بسيارم كلا إمامي أحمد لبارمي عراج وفرمي خوبيني بيغمران وحيا يعني هاتشي ديوة بواحي ديوة وحيش لحق حقيقي ترا وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وسألته فقال الجنة والنار قد خلقتا وفي هذا حجة أن رؤية الأنبياء في الأحلام رؤية العين وليس حلمهم كسائر الأحلام فرمي إمامي أحمد فرمي يتي بهشتو جهنم أسدروس كراونا ومجرد بوا جهنمي كانوا ومعتزي لكان كاوان علينا أسدروس نكراونا فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لخويات شنجار جهنمي ديوة بهشتو ديوة أهلكي ناوي ديوة وكتون هاتوا لبهشتا كمناوي لخوما قصريك تيابوا جاريك دا زمجية يكر ياخذ أي بلال لبهشته لبيشتا أخبارنا الحسن بن أحمد الكرماني حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سوفيان عن سماك عن سعيد بن جبيل عن ابن عباس إني رأيت أحد عشر كوكبا قالت كانت الرؤية فيهم وحيا تفسيرها وآيتها لسورة يوسفك أفرمي من يانصدانا كوكبا مديو أفرمي فرمي عبدالله كوري عباس أبو وحيبوه لشنك خبيبي غمرانهم ويوحيا وحدثنا الحسن بن سلام حدثنا قبيصة قال حدثنا سوفيان عن سماك عن سعيد بن عباس في قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا قال كانت الرؤية وحيا خبرنا علي بن حرب قال حدثنا سوفيان بن عينا عن عمر بن ديناران عكرم عن ابن عباس في قوله تعالى وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة لناس قال هي رؤية عين أريها ابن عباس لباريه وخو نشوه في قرآن باسية برسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي إما وخويك بيشان توما عنده بني ما بس لي بيخويك يبني لبداية إسرائيل ومعراجه كبير وردقال يبني أو فخونيك إيجارته في قوله رأيت ربي وخونيك إيجارته في قوله رأيت ربي في أحسن صورة رؤية أشكرا فرمي ابن عباس فرميتي أو رؤية رسول الله ديوية صلى الله عليه وسلم رؤية عين با شاو كانت يحق وحدثنا المروذي قال قرية على أبي عبد الله عبد الله بن وليد وقال حدثنا سفيان في قوله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وسري به من شعبي أبي طالب فإسرائيل ومعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق بيكرا ومجستو برحي بخبري بيداري لشعبي أبي طالبه وروا خلال من غير وجه عن سعيد عن قتاد عن أنس قال لما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق استصعب عليه فقال له جبريل ما راكبك آدمي أكرم على الله تعالى منه فرفض عرقا وأقر فرما كانت جبريل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق جبريل ما راكبك آدمي أردت لما يصبحوا ومعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق جبريل ما راكبك آدمي أبوه حديث أبي عمر أن أبي سعيد قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة فقلنا حدثنا بالليلة أسري بك فقال أتيت بذابة هي أشبه الدواب بالبغل غير أنها مضطربة الأذنين قالوا له البراق وهو الذي يحمل عليه الأنبياء وهو يضع حافره حيث يبلغ طرفه وحملت عليه من مسجد الحرام وتوجهني إلى المسجد الأقصى أقصى قال خلال وذكر الحدي أما يتر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدينة هوران برسياري لكن كون إسرامي عراجي بيكرار وفرميتي سرطان من دابيك عن بوهينام وكو معينواب ويعني بابلين لبيني يدرجوا أسباب وفرميكو كاني ألرين وفي أترابوراق سواري بوم كهامو بغمران سواري أو بوب وهمو بيكي لو جاقا ينش Rent ويجادي بدون جوان وعشرات سواري بوم كذلك تغارباق مسجد الرئيسي ولمزياري ومشاركو وإنشاء الله لرغميكو برسياري وحفظ بنا والحمدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل